ورفعت الراية البيضاء لحظات مشاهدين متابعين انطلقت الآن الجياد في شوطها السابع على كأس وزارة التعليم كأس الطالب جياد الانتاج السعودي عمر السنتين من مختلف الدرجات على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 120 الف ريال الانطلاق السريع لعقيد السرب من الداخل في المركز الأول يتقدم الآن وأيضا تتابع أثمار من الخارج في المركز الثاني بالإضافة إلى محاولات شاف من الخارج في المركز الثالث وأيضا النصر المؤزر يترقب وأيضا بجانبه منظور في هذه اللحظات من عمر السباق تقدم عقيد السرب الآن للمركز الأول مع متابعة أثمار في المركز الثاني وهي الجياد الآن تقترب من علامة 600 متر الأخيرة في هذا الشوط وتقدم لعقيد السرب في المركز الأول مع متابعة أثمار أيضا محاولات من قبل شاف وأيضا تاج العاديات من الخارج أخذت الآن الجياد الطريق المستقيم وعقيد السرب ما شاء الله متمسك بالصدر في هذه الأثناء ومحاولات قوية من بقية الجياد تقدم أيضا حيك في هذه اللحظات والصدارة لعقيد السرب في المركز الأول الدخول القوي من حيك في هذه اللحظات عقيد السرب يتمسك بالصدارة وبكأس الطالب ألف مبروك ترجمة نانسي قنقر